صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها جدل كبير على مواقع التواصل بعد أن أعاد الملياردار الأمريكي بيل جيتس إحياء انتقاداته السابقة للأصول الرقمية إذ وصف الرمو زير القابلة للإستبدال والمعروفة باسم NFT بأنها أحد نتجات نظرية الخداع الكبرى وقال جيتس ساخرا أثناء حديثه في حدث أقيم في بيركلي بولاية كاليفورنيا من الواضح أن الصور الرقمية باهظات الثمن للقروض ستحسن العالم بشكل كبير في إشارة إلى رموز بورد أيب التي تلقى رواجا واسعا وأكد جيتس على أنه لن يكون مستثمرا سواء بالشراء أو البيع على المكشوف لهذه الفئة من الأصول معتبرا أن العمولات المشفرة والرموز غير القابلة للإستبدال تبيع الأوهام مستندة إلى نظرية تعرف باسم خداع الأحمق الأكبر Greater Full Theory أي إهام المشترين الجدد بأن الأسعار ستصعد دائما حتى دخول الأحمق الأخير طبعا بحسب رأي جيتس خبر سار لمستخدمي واتساب يزفه رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرك هو عبارة عن ميزة جديدة طال انتظارها على تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميا تقوم هذه الميزة على منح المستخدمين القدرة على نقل الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من الهواتف العاملة بنظام أندرويد إلى هواتف آيفون وذلك عبر تطبيق شركة أبل المسمى Move to iOS وقال زوكربيرك من خلال منشور على صفحته في بيسبوك أنه بعد نحو عام من منح واتساب مستخدميه إمكانية نقل الدردشات من هواتف آيفون إلى أندرويد ها هو اليوم يوفر الميذة الأكثر طلبا وهي نقل الدردشات في الاتجاه المعاكس إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن عمليات النقل هذه لا تعمل إلا عبر أجهزة آيفون الجديدة وتحتاج إلى نظام أندرويد 5 الممثلة الأمريكية جينيفري أنستين تواجه موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعليقات التي أدلت بها خلال لقاء حواري مسجل لموقع مجلة فيراليتي أجرها الممثل سيباستين ستان وعلقت نجمة مسلسل فرينتس على الطرق التي يكتسب بها نجوم الانترنت شهرة في المجتمع الحديث فيما انتقدت لإدعائها بأن هوليوود مليئة بالأشخاص المشهورين بعدم فعل أي شيء مثل مانيكا لوينسكي وباريس هيلتن وأضافت بأنها تشعر بأنها محظوظة جدا لأنها تذوقت القليل من هوليوود قبل أن تصبح ما هي عليه اليوم فالمشاهير هم على تيك توك ويوتيوب وإنستغرام لتأتي تعليقات رواد المواقع بأن الممثلة نفسها وجدت النجومية من خلال والديها الممثلين مطلقين عليها لقب طفلة المحسوبية في إشارة إلى الدعم الذي حصلت عليه من قبل والديها في المجال السينمائي في هوليوود خيبة أمل كبيرة خيمت على منشورات محبي فرقة بيتي أس الكورية بعد إعلان فرقة الكيبوب الشهيرة عن أخذ استراحة من خلال انفصال أعضائها السبعة ليقوم كل منهم بتقديم مجموعة من الأغاني المنفردة هذا الإعلان الصادم جاء عبر فيديو نشرته القناة الرسمية الخاصة بالفرقة على يوتيوب حيث ظهر الأعضاء السبعة وصرح قائد الفرقة أر أم أنهم جميعا بحاجة إلى فرصة لاستكشاف موسيقاهم الخاصة حتى يتمكنوا من متابعة حياتهم المهنية بمفردهم وأكد أن بيتي أس كانت دوما مختلفة عن الفرق الأخرى بالترابط والتمييز وختم من المؤكد أنه علينا دائما الاستمرار في إنتاج الموسيقى جاء هذا الانفصال بعد النجاح العالمي للفرقة التي تدر مليارات الدولارات على الاقتصاد الكوري الجنوبي بعد إيلان منصة ناتفليكس عن جوز إنج ثاني من المسلسل الأركوري الشهير لعبة الحبار والذي يصنف بأكثر المسلسلات شعبية على المنصة أعطت خدمة البث الضوء الأخضر لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق تحت اسم لعبة الحبار التحدي ودعت المنصة متابعيها عبر فيديو نشرته على إنستجرام للاشتراك بالمسابقة الكبرى عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني squidgaincasting.com إلا أنه على خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت فأن أسوأ مصير ممكن في المسابقة التي تضم 456 لعباً سيكون الخروج منها دون الحصول على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 4 مليون و560 ألف دولار والتي تقول نتفليكس أنها أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التليفزيونية تخليداً للحدث الكبير أكسبو 2020 دبي ينجز مجموعتها الأولى من الرموز غير القابلة للاستبدال ذات الإصدار المحدود أن أفتيز هذه الرموز يمكن الحصول عليها من خلال المحافظة الرقمية الخاصة بالإثيريوم عبر التسجيل على الرابط الخاص بحلول يوم 22 يونيو الجاري ولم يكشف المنظمون عن تفاصيل أو شكل الرموز غير القابلة للاستبدال لكن من المتوقع أن يكون لقبة الوسط الأيقونية حضوراً واضحاً فيها وينضم بذلك أكسبو 2020 دبي إلى مجموعة من المؤسسات والشركات الإماراتية مثل طيران الإمارات وشرطة دبي التي أعلن تانيتهما إطلاق مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال والختام مع فيديو متداول يصور معركة طاحنة بين قطة منزلية وذئب شرس ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة لأحد المنازل بولاية تكساس الأمريكية المحاولات المدنية التي قام بها الذئب للوصول إلى القطة التي بدورها قاومته بكل شجاعة وبشطة الطرق الموجودة حتى تمكنت في النهاية من إنقاذ نفسها من هذه المواجهة الشرسة وليعود الذئب أدراجه مهزوماً وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم عودة من جديد إليك ساندي